أسبوع من العام تدريب النظري والتطبيقي خرأينا المشاركات من هذه الدورة بأهم النتائج المنتظرة منهم حيث صناعة الصابون والزيوت والعصائر المختلفة اختتام هذه الدورة حضرها المدير العام للحيئة الوطنية لترقية العمل وعدد من المسؤولين الإداريين والعسكريين وأشهد فيها مسؤول مكتب الهيئة بدوبا عبد الكريم حسن شدي بالنتائج التي خرجنا بها المشاركات وأكد الوقوف معهن في تحقيق الأفضل المشاركات خرجنا بتوصيات وقرارات طلبنا فيها المعنيين بدعم المرأة ومرافقتها للحصول على عمل يضمن لها مستقبل من تقول مختتما أعمال هذه الدورة هالمين العام لولاية لغونة شرقية عن جناج كلا ممثلا لوالي الولاية دعا المشاركات إلى السير في هذا الطريق جماعيا وتفعيل الشراكة التي هي من أهم أولويات السلطات العليا بالدولة وقد شهد الحفل توزيع شهادات للمشاركات وأخرى تقديرية للمدربين واختتمت المناسبة بزيارة المنتجات التي تم تصنيحها من قبل المشاركات ترجمة نانسي قنقر